بوسائل الأنف والفقل والإشرام والتخريب يعني يطبوا حقدهم وهربهم من خلال عمليات إرهابية يعني العمليات الإرهابية في عولمة وعولة العولمة وفيس المطاوي هل ترى مثل سعيدة بن حبيلس أنا مشروع المصالحة ما زال بخير؟ لا نختلف تماما مع السيدة بن حبيلس بل أقول أن مشروع المصالحة لأنه قد فشل فشلا فشلا زريعا لأن ما معنى أن تكون هناك تفجيرات في الجزائر وفي مطاقة القبائل مشروع المصالحة الذي أجابهه رئيس بوتفريقة لم يحفرم قاعدتين همتين في القانون الدولي والحقيقة والعدالة فإذا الحقيقة والعدالة وكانت هناك جرائم من ذي قبس كان هناك ناس تسكبوا جرائم من الطرفين من الجماعات المسلحة ومن العنصر من الأمن الجزائري هذا المشروع الذي كان في 25 لا نعرف إن كان يطبق بعد أم لا بحيث أن الوثيقة التي صوت علي الشعب الجزائري تتوقف في زمن يعني 6 أشهر فقط ونعرف من هم الذين استفادوا كم هو عددهم من هم الذين ذهبوا للقضاء من هم الذين لم يذهبوا ما هو عدد قطع الصلاح الذي سلجعته لغير ذلك فهناك شيء يشبه الغموض يحوم حول هذا الموضوع في لذلك أن الرئيس عبد الرزيز بوتفليقة لا يقول أي شيء حول العمليات للتضرب الجزائريين فلا يندف ولا يقول أي شيء بل أنه يلتزم الصمت وهذا الصمت أصبح يحير الجزائريين في لذلك أن الرئيس بوتفليقة عندما ينتقل إلى الولايات مثلما كان الأمر منذ أسبوعين يكونوا محاط بحشد أمن رهيب يجعلوا يبتعد عن الأهالي وبالتالي فإذا كان الأمر كذلك فما بلوك بالأهالي الذين عيشون في الأريف كما تقول سيدة بحبيل طيب محمد العربي زيتوت ما المطلوب اليوم كأرضية لحلول يمكن أن توفر جوا مناسبا لمصالحة حقيقية بعيدا عن هذا العنف المتنامي المطلوب كفان خداعا كفان كذبا كفان نفاقا باستخدام مصطلحات المصالحة لم تكن إلا مخادعة حقيقية كما قال الأستاذ فيصل المصالحة تفترض الحقيقة والعدلة بدون حقيقة وبدون عدلة لن يكون هناك مصالحة باختصار بسيط ما قام به نظام الحكم الجزائري هو تثبيت لأركان الجماعة الحاكمة المخابرات التي تحكم الجزائر ومعها آخرون قاموا بتثبيت قاموا بترقية كبار المجرمين داخل جهاز المخابرات وداخل جهاز القوات الخاصة وقاموا أيضا بالسماح لمجرمين كانوا في الجبل باسم الإسلام هؤلاء وهؤلاء ذبحوا الجزائريين وذبحوا الجزائر لا يمكن ولا يعقل أن تكون هناك مصالحة وفي نفس الوقت هناك ملايين من الجزائرين يتأثروا ولا نعرف من قتل من ولماذا لا بد من حقيقة تشريح حقيقة الوضع ثم أن تكون هناك عدالة كاملة ثم يكون هناك حل هذا الإشكال إذا لم نذهب في هذا الاتجاه فنحن نذهب في طريق مسدود نحن نذهب لانفجار كامل نحن نذهب نتجه نحو فوضى كاملة قد تؤدي لا قدر الله إلى انكسار الجغرافي الجزائر الآن الجغرافيا في خطر بعد أن تهدمت الدولة وافرغت من مؤسساتها بعد أن تهدم المجتمع وافرغ من محتوياته الآن يتتهدم الجغرافيا والتراب الوطني في حد ذاته هذا هو الخطر القادم وهناك قوة دولية متربسة وهناك قوة دولية تسعى لذلك وهناك تضقيم للقاعدة في الجزائر وهذا إذا بقينا في هذا الاتجاه وفي هذا الخطاب الخطاب الحكومي الراهن فإننا للأسف نتج إلى كوارث غير مشبوقة الخطاب الحكومي الراهن والسؤال لسعيدة بن حبيلس وللنخب السياسية اليوم في الجزائر كله نعم عفوا عفوا لم أطرح سؤالي بعد يعني كله اليوم ينحصر في إطار الحديث عن العهد الرئاسية عن التعديل الدستوري البلد مقدم على استحقاقات دستورية وانتخابية قادمة يعني كيف يمكن اليوم ألا يخشى أن يؤثر هذا الجو على هذه الاستحقاقات المقبلة في البلاد أريد أن أذكر باستحقاق قهام عبر التاريخ الجزائري هو الانتخابات بأسيا بنوفمبر 1995 أنذاك المجموعات الإسلامية رفعت شعار أن ثماديق الافتراكة تتحول إلى ثماديق موتى والعالم أجمع بأسره والجزائريين الذين سندوا باقي العالم يعني راهنوا على أن الوضع سينتجر في الجزائر والشعب الجزائري في أشد الأوقات 1995 وما أبراد خرج بقوة ورفع صوته واختار رئيسا لذا تعود الشعب الجزائري على رفع هذه الهائنات تعود الشعب الجزائري على المؤجزات شكرا جزيلا لك سعيدة بن حبيلس رئيسة التحالف الوطني للجمعيات النسائية كنت معنا من الجزائر وأشكر أيضا ضيفي من لندن محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق والناشط السياسي والحقوقي وكان معنا عبر الهاتف من الجزائر أيضا الكاتب الصحفي فيصل مطاوي شكرا لكم جميعا وبهذا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج مور الخبر بإمكانكم المساهمة في اختيار مواضيع الحلقات القادمة بإرسالها على عنواننا الالكتروني اندفتات الجزيرة دوت نت غدا بحول الله قراءة الجديدة في نوراء خبر الجديد أتمنون وإلى اللقاء